اشتركوا في القناة التي تعرض لها بعض الناس فصبروا وثبتوا ورضوا عن الله سبحانه وتعالى فهيكون ذلك حاديا لنا لأن نرضى عن الله وعن قضاء الله سبحانه وتعالى إذا حل بنا البلاء أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل بلاء يا رب العالمين اللهم أمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزنين في يوم الآيام حبيبي كان سيدنا عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير ابن العوامل وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن واحد من العشرة المبشرين بالجنة وكان عروة ابن الزبير في قمة العبادة والاجتهاد كان في اليوم الواحد كان يقرأ في اليوم سبعة جزاء ونص يعني ربع الكرآن وكان بالسبعة جزاء ونص كان يصلي بيوم قيام الليل يعني في اليوم كله كان ورده نص الكرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وكان ما شاء الله كان يسوم يوما ويفطر يوما كان يعني كان مجتهد جدا في عبادة الله سبحانه وتعالى في يوم الايام جالوا مرض الاكلة اللي هو بيسمون مرض الغرغرينة فقالوا له نقطع رجلك من عند ايه يعني من عند القدم كده من تحت فرفض وقال لا المهم فضل يمتد به الالم والغرغرينة تمتد في الجسم لحد ما جي في يوم الايام ارسل اليه الوليد ابن عبد الملك اللي هو كان في الوقت ده امير المؤمنين ارسل له انه يجيله زيارة عنده يقضي يومين عنده في الاصر بتاعه في بلاد الشام وبعدين عروة بن الزبير اخذ ابنه محمد اللي هو ابنه الكبير ابنه البكري تمام خده معاه في هذه الزيارة ونزل ضيفا على الوليد ابن عبد الملك من اجل ان يذكره بالله ومن اجل ان ينصحه لان عروة بن الزبير كان لا يقبل شيئا من احد يعني مش رايح علشان يترك ابواب السلاطين وياخد اي حق ابدا انه ما كان رايح عشان يذكره بالله لانه كان يرى ان فيه يعني صلاح السلطان صلاح للامة كلها كان المهم وصل الى هناك وجلس عنده فترة كده يسيرة وامتد او اشتد عليه المرض اجتدادا شديدا يعني الوليد ابن عبد الملك حزن طبعا حزن شديد جدا انه يعني يجي عنده ويتألم هذا الالم فارسل الى اكبر اطباء موجودين فجاءوا فقالوا لابد من قطع رجله من عند ايه من عند الرجبة يصل لمرحلة طبعا صعبة جدا فالوليد ابن عبد الملك حزن وبعدين قال طب يعني الرجل يأتي عنده ضيفا فيخرج وقد قطعت رجله فطبعا كان حزين بس كان لابد من قطع الرجل قالوا له بعد كده هتوصل للمرحلة انها تخش بقى على الجسد فممكن عيازا بالله الجسد يتسمم ويتسبب ذلك في وفاته فالمهم فرضية يعني عروة بن الزبير ولكنهم قالوا له نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده نوعا من الاشياء التي تذهب العقل عشان ميحسش بألم القطع لان رجليها تقطع بالمنشير عافان الله وإياكم فقال له والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فلن أشعر بألم القطع إن شاء الله لأن قلبي سيكون موصولا بالله سبحانه وتعالى الله أكبر دخل عروة بن الزبير الله أكبر وقف يصلي قرأ الفاتحة وقرأ بعدها صورة ثم بعد ذلك ركعة ثم سجد وهو ساجد أخذوا رجله وبدأوا بقطع الرجل من غير بنج من غير مخدر بدأوا يقطعوا رجله بالمنشير خذوا بالكم فمن شدة الألم خب بالك بقى ما كانش فيه على يامهم بقى الخياطة وكم ده كله كانوا بعدا ما بيقطعوا بيكول مكان ربنا عافيكم بإيه بقال حدة فالمهم فإيه فمن شدة الألم أغشي عليه يوما كاملا يوم كامل أغمي عليه رحمه الله رحمة واسعة فلما أفاق من تلك العملية قالوا له أحسن الله عزائك وكان حطين رجلي جنبه قالوا أحسن الله عزائك في رجلك يعني اللي اتقطعت وأحسن الله عزائك في ابنك محمد ليه إيه اللي حصل له قالوا له فقد دخل يعني دخل المكان اللي فيه الدواب بتاعت الخليفة فرفسته دابة من دواب بالخليفة فمات محمد ابنه علشان هما ما يخليوش يشوف أبوه وهو رجلي بتتقطع وكان صغير عنده حوالي 12 سنة تمام لكنه كان أكبر أبنائي فلما دخل يفرج على الاستابل بتاع الخيل عزكم الله وإذا بفرس يضربه برجله في رأسيه فمات مات محمد ابن عروة بن الزبير وهما بيقولوا أحسن الله عزائك في رجلك وأحسن الله عزائك في ابنك خب بالك بقى لو واحد غير سيدنا عروة كان هيقول ليه رب ليه هو المصاب كلها تجمع علي في وقت واحد وهو ما فيش غيري فيش بيناس بتعمل كده شوف بقى عروة بن الزبير ماذا قال رحمه الله رحمة الله سعى ابتسم عروة بن الزبير وقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني وبدأ يستحضر النعمة قبل النقمة وده من أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى قال له إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني وبدأ بقى بالنعمة قال له أعطيتني أربعة أطراف ايدين ورجلين وأخذت صرفا واحدا يعني الحمد لله إنك سبت لي ثلاث وأعطيتني أربعة أولاد وأخذت واحدا فاللهم لك الحمد حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا فالعمر كما مدت تكفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي مش أنا الوحيد اللي بطليت يا مناسي بطلوا قبلي فأنا راضي يا رب بقول لك لك الحمد حتى ترضى مش كفاية ولك الحمد إذا رضيت برضو مش كفاية ولك الحمد بعد الرضا يا خبرة بيت إيه القلوب دي إيه القلوب دي شيء عجيب جدا قلوب فعلا مستسلمة لله سبحانه وتعالى قلوب راضية عن الله سبحانه وتعالى فالوليد بن عبد الملك كان جالس فأحد الوزراء اللي عنده قال له هناك رجل من بني عبس حدث له بلاء شديد أريد أن يقص قصته على عروة بن الزبير ليتسلى ويتصبر بها قال ائتني به دخل رجل أعزكم الله أعمى فدخل فسلم على أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ثم جلس فقال له الوليد احكي لنا ما قصتك فقال له قصتي يا أمير المؤمنين أني كنت رجلا غنيا عندي من كل أصناف المال عندي من المال عندي من الجاه عندي من الأغنام والأبقار والإبل وكل أنواع النعيم اللي في الدنيا كله وعندي يعني وادي كبير مليء وادي كبير جدا بين جبلين مليان بالأغنام والمعز والأبقار والعزكم الله والإبل وعندي من أصناف النعم والذهب والفضة والأموال ما لا يحصن قالوا عندي أربعة أزواج وعندي من الأولاد عدد كبير أولاد كتير جدا أربعة أزواج بيقول فخرجت يوما للصيد وعطت فإذا بالسيل يقطحم الوادي فيقتل كل أزواجي وكل أولادي وكل الأغنام والأبقار والإبل ويذهب بالمال والذهب ويهدم البيوت كلها فلم يبقى لي شيء من ذلك فقلت الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قال وإذا بي أرقب من بعيد طفل صغير من أولادي هو الطفل الوحيد اللي كان عايش بيقول وجدته وقد حمله السيل على تبة عالية قال وبجواره بعير من إبلي يعني لقيت بس بعير فقط جمل واحد بس هو اللي عايش والطفل موجود على التبة قال فذهبت لأخذ طفلي ده الوحيد اللي فضلي رحت عشان أجيب الطفل وإذا بالبعير يشرد علي ويضربني بخفه فعمي بصري ولما عمي بصري بس طاعت أن أرى طفلي وأسمعت بعد ذلك صراقه فبات هو الآخر فقال له الوليد وكيف تجد قلبك أيها الرجل قال له راضي عن الله سبحانه وتعالى يا الله فعروة بن الزبير ابتسم وقال اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا في حد في الدنيا ممكن يكون اكتولي البلاء ده أنا أعرف رجل من أهل الرياض أنا لا أعرفه شخصيا لكن سمعت أحد الدعاء بيحدث بقصة هذا الرجل كان رجل غنيا ثريا من رجالي الأعمال الكبار في الرياض ربني يصبره ويحفظه وبعدين في يوم الأيام كان فيه فرح لأحد أقاربي وهو الرجل ده كان متزوج زوجة واحدة وعنده منها حداشر ولد وبنت أصغرهم بنت عندها ثلاث سنين وأكبرهم ولد عنده 23 سنة فإدى ابنه الكبير المفاتيح العربية الجيمس وقال له خد أمك وخد أخوتك كلهم وخد الهدية ديت وروحوا بارك القريب ده وقال له سمحني الوارد مشغول فقال له حاضري أبي ركب السيارة وقبل ما يوصلوا للي كان في مدينة تانية وقبل ما يوصلوا للمدينة تانية بعشرين كيلو العربية تتقلب بهم وتولع ويموت وتموت الأم والحضاشر عيل كلهم ماتوا ويصل الخبر إلى الرجل فينظر إلى السماء ويقول الحمد لله فقط زوجته فقط كل أولاده مش مات ستة وفضله خمسة مش مات تمانية وفضله ثلاثة ما فضلوش حد بالدنيا وراجل سنه كان داخل على السبعين سنة تخيل فذهب بأحد الدعاء ليعزيه فوجده صابرا راضيا عن الله لأن الله عز وجل هو الذي يلطف بعباده سبحانه تعالى يبتلي العبد ويلطف به شفاديه الله لطيف بعباده سبحانه تعالى فيريت نرضى عن قضاء الله ومهما حدث لنا فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وقال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء الاتنين مع بعض وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم لو بيحبك هيبتليك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته